نعم هنا في القدس قريب من مقر الرئاسة الإسرائيلية مقر الرئيس يتحك هرتسو كان يتواجد نحو ألفي متظاهر الآن فقط غادروا هذا المكان مشيا تحت المطر هنا في القدس ليصلوا إلى جانب بيت نتنياهو رئيس الحكومة في شارع غزة في القدس القريب من هنا كان أيضا قد وصل وشارك في هذه المظاهرة وزير الأمن السابق بيني جانس وكان قد قال خلال هذه المظاهرة بأنه في الدول الديمقراطية هناك جهاز قضاء مستقل وقوي وهناك إعلام حر وهناك أيضا مواطنين يتظاهرون ويقولون أراءهم بحرية وكان قد دعا جميع المتظاهرين المتواجدين هنا للقدوم كل أسبوع من أجل التظاهر ضد هذه التغييرات والقوانين التي ستدعف جهاز القضاء الإسرائيلي ليس فقط بالقدس هناك نحو أربعين ألف متظاهر في مدينة تل أبيب عشرة ألاف متظاهر في مدينة حيفا ألفين في رعنانا وألفين في كفرسابة وأيضا في أماكن أخرى نحو 30 بؤرة 30 مدينة إسرائيلية تشهد اليوم مظاهرات يشارك فيها الألاف ضد هذه التغييرات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية التي تهدف في نهاية المطاف إلى تقييد صلاحيات الجهاز القضائي وتقييد قوته بحيث تكون السلطة التنفيذية بيدها تقريبا كل القوة وكل مفاصل الحكم أيضا كان هناك خطبة في مظاهرة تل أبيب المفوض السابق للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ وكان قد وصف ما يحصل الآن من هذه التغييرات القانونية بأنها انقلاب على نظام الحكم في إسرائيل أيضا في مدينة مدين هناك مظاهرة يجتمع المتطاهرون أمام بيت وزير القضاء هو عمليا المسؤول الأول الذي رسم كل هذه الخطة القضائية لإضعاف جهاز القضاء هو الذي كتب نصوص هذا القانون وفق رؤيته التي تريد تقييد الجهاز القضائي ووضع كل القوة عمليا بيد السلطة التنفيذية أي الحكومة الإسرائيلية خلال هذا الأسبوع شهدت إسرائيل الكثير من التحركات والتغيرات خاصة لسيمة ربما أهمها حتى يمكن القول بأنها تغيرات أو تطورات في تصريحات القطاعات الاقتصادية في المدينة كانت هناك إضرابات عديدة لبعض القطاعات الاقتصادية أهمها قطاع الهايتك الإسرائيلي كانت هناك تصريحات لبعض المستثمرين أو مدراء الشركات في قطاع الهايتك كان أحدهم قد صرح بأنه سينقل استثماراته خارج إسرائيل إضافة طبعا إلى التقرير الذي أصدره أحد أهم البنوك العالمية جي بي مورغان وكان قد قال في هذا التقرير الرسمي بأن التغيرات في الجهاز القضائي التغيرات التي ستشهدها إسرائيل ستضر بالاقتصاد الإسرائيلي وستجعل المستثمرين ينسحبون أو يسحبون استثماراتهم من البلاد لا شك أيضا بأن هناك اهتمام دولي وفق المصادر الإسرائيلية كان بلينكين قد تحدث مع نتنياهو حول هذا الموضوع والتقى أيضا بشخصيات من المجتمع المدني لسمع آرائهم حول هذا الأمر وحول كل ما يخص الديمقراطية الإسرائيلية إضافة أيضا إلى انتقادات مكرو